موسيقى السلام عليكم أحييكم وأرحبكم في هذا اللقاء المتجدد مع برنامج ممبر الأحرار نصلت الضوء هذه المرة على أحد الاختصاصات العلمية والتي قد تساهم إسهاما جليلا في إجلال الضبابية التي تكتنف المشهد الجنائي المتعلق بملف الجرائم الإنسانية التي قد اقترفت خلال عشرية التسعينات بالجزائر علم الأنثربولوجيا الجنائية نقف في هذه الحصة على ما هي هذا العلم ونتساءل إن كان له دور في تحديد مصير المختطفين في الجزائر كيف ذلك؟ ما هي المراحل؟ ما هي الأليات؟ ما هي التقنية والوسائل؟ كم تقدر تكاليف هذه العملية المحددة لهوية المختطفين؟ هل يعتبر ما يسمى بقانون المصالحة الوطنية مانع وحائل لتطبيق تقنيات الأنتربولوجيا الجنائية على بعض المقابر المكتشفة مؤخرا في الجزائر؟ وكيف تعاملت السلطات الجزائرية مع هذه المقابر بعد أن تم كشفها؟ وكيف نقرأ موقف السلطة الجزائرية حينما ترفض فتح التحقيق بخصوص ملف المختطفين في الجزائر حينما نرى تعطي الضوء الأخضر دون شروط مسبقة لفتح التحقيق في ملف الرهبان تبحيرين وإعطاء ضوء الأخضر للقاضي فرنسي بعد أن تم اغتيالهم بعد 17 عاما أستضيفه في هذا الستوديو الدكتور موسى بورفيس الاختصائي في الأنتربولوجيا الجنائية دكتور موسى مرحبا بك في برنامج ممبر الأحرار عنوان حصة اليوم دور الأنتربولوجيا الجنائية في تحديد مصير المختطفين في الجزائر الكثير يسأل عن هذا العلم أردت في هذه الحصة أن نوضح ما هي هذا العلم للمشاهد الجزائري والعربي عموما بداية ما معنى أو ما هو علم الأنتربولوجيا الجنائية بعد بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكرك الأخ حمزة وأحيي سادة المشاهدين ونشكر قناة العصر على اهتمامها بقضية المختطفين وإمكانية تطبيق هذا العلم لتحديد مصير المختطفين في الجزائر في الحقيقة علم الأنتربولوجيا الجنائية هو علم يهتم باستخراج البقايا البشرية وهذا بهدف عمل تحديد الهوية تقدير تاريخ الوفاة ومعرفة الأسباب والحيثيات التي تدور حول الوفاة الأشخاص في الحقيقة هذا العلم بارزت الحاجة إليه خاصة في الدول التي عرفت نزاعات مسلحة أو عرفت حقبات ديكتاتورية كما هو الأمر مثلا في دول أمريكا اللاتينية في هذه الدول الانتقال من مرحلة ديكتاتورية مثلا في أمريكا اللاتينية مثلا أرجنتين أو البيرو أو جواتيمالا مثلا فالانتقال من المرحلة الدكتاتورية إلى المرحلة الديمقراطية تم عن طريق تأسيس أو خلق ما يسمى بلجان الحقيقة والعدلة وهي لجان أول مهمة لها هي التحقيق حول جرائم الماضي وإنصاف الضحايا وفي هذا الاتجاه هذه اللجان بارزت الحاجة الماسة لديها من أجل التعامل مع البقايا البشرية يعني البقايا البشرية الخاصة بضحايا الحقبة الدكتاتورية فلذلك هذه اللجان وممكن نشوف في هذا الجدول نشوف بعض المراحل الدكتاتورية والليجان الحقيقة والعدالة الفترة التي اشتغلت عليها مثلا في الأرجنتين المرحلة الدكتاتورية من 83 إلى 76 عاما لجنة الحقبة والعدالة امتد من 83 إلى 84 يعني تقريبا من سنتين مثلا شيلي مثلا اشتغلت اللجنة من 90 إلى 91 كذلك سلفادور إلى غير ذلك وإن شاء الله نتمنى أن يأتي اليوم الذي يقام بنفس العمل في الجزائر المهم فهذه اللجان في عملها كانت محتاجة إلى خبرة وإلى كفاءة تسمح بتحليل البقايا البشرية تحديد الهوية تقدير سبب الوفاة ومعرفة الأسباب والحياتية فهذا هو بشكل عام مجال اختصاص الأنتروبولوجيا الجنائية يعني حسب أفهم أن هذا العلم يشتغل مع بقايا البشرية يعني هياك العظام إلى غير ذلك يعني قد تمت دفنها يعني منذ سنوات ممكن عشر سنوات عشرين ثلاثين حتى الخمسين حتى المائة سنة وهذه يعني الباحث أو الإخصائي في علم الأنتروبولوجيا الجنائية هو يعني جزء من اللجان التي تبحث عن الحقيقة والعدالة في الدول التي قد شهدت يعني نزاعات وقد ترتبت على هذه النزاعات جرائم إنسانية كما حدث في الجزائر وكما حدث في أمريكا اللاتينية هذه اللجان على فكرة هل وجدت إعاقات يعني مثلا في أمريكا اللاتينية في الأرجنتين هو في الحقيقة يجب ذكر نقطة مهمة هو أن الحاجة إلى ميتة هذه يعني إلى اللجان الحقيقة والعدالة وإلى فرق خبرة خاصة بالأنتروبولوجيا الجنائية برزت للوجود خاصة أولا لقلة أو عدم خبرة الأطباء الشرعيين في التعامل مع البقاء البشرية من حيث أنهم لديهم العادة والكفاءة في التعامل أكثر مع الجثة وليس مع البقاء البشرية أي مع العظام هذا نقطة الأولى إذن عدم كفائتهم واختصاصهم في هذا المجال وثاني شيء هو تورط الكثير من الأطباء الشرعيين في الحقب الدكتاتورية من حيث أنهم يشكلون جزء من الآلة البوليسية فلذلك كانت الحاجة ماسة إلى أن يتم تأسيس فرق خبرة مستقلة يمكن للضحايا ويمكن للجان الحقيقة والعدالة أن تتقفيها وتعتمد عليها في إجراء خبرة مستقلة محايدة وبكل موضوعية هل لدينا أنواع لك أن تعرف أن تضعطينا بعض أسماء لبعض اللجان التي كانت مختصة في البحث عن العدالة والحقيقة خاصة المشاغلة في قضية البحث الأنثروبولوجي الجنائي هي حاليا الآن على المستوى العالمي هناك لجنتين معروفتين على المستوى العالمي اللجنة الأولى هي الفريق الأرجنتيني الأنثروبولوجيا الجنائية الأنثروبولوجيا ميديكو لغال وهي تأسست في 1984 واشتغلت في أمريكا اللتنية وليس في الأرجنتين فقط وتم طلب خبرتها حتى في دول خارج القارة الأمريكية مثلا في السودان في قبرص حتى في تيمور الشرقية فالآن تشتغل حتى على المستوى العالمي وحتى في حالات الكوارث الطبيعية وليس فقط في ميخص نزاعة المسلحة والحقب الدكتاتورية الفريق الثاني المعروف كذلك وهو يشتغل خاصة في منطقة البلقان وتم تأسيسه في 1996 وهو اللجنة الدولية للأشخاص المختفين إذن تتم تأسيسها في 1996 وتشتغل بالخصوص في منطقة البلقان فهذين مثالين عن لجنتين لديهم مسار مشهود له في هذا الاتجاه ولازال يشتغل إلى الآن طبعاً اختصاص الانتربولوجيا الجنائية في العالم العربي وخاصة في الجزائر هل لدينا اختصاصيين في هذا المجال هل لدينا في الجامعات الجزائرية هل يدرس مثلاً مقياس أو اختصاص لهذه الانتربولوجيا الجنائية أم لا؟ أنا حسب علمي في التكوين الطبي التخصص الطبي تخصص الطبي الشرعي يتم تدريس الانتربولوجيا الجنائية كمقياس أو كمدة وليس كتخصص بعينه وأعتقد الأمر كذلك بالنسبة لأن الانتربولوجيا الجنائية تدرس في الغالب على مستوى كليات العلوم فحسب علمي لا يوجد كلية في الجزائر تدرس الانتربولوجيا الجنائية مع العلم أنه فرق ما بين العلم كعلم والعلم كما يطبق أو كما يجب أن يطبق وكما يمكن أن يطبق في ما بعد نزاعة المسلحة أو ما بعد في حالات الكوارث الكبيرة إما عن طريق نزاعة المسلحة أو عن طريق كوارث طبيعية نعم دعني أدخل معك الممكن المشاهد يتساءل الآن حينما الآن أنت كأخصائي في الانتربولوجيا الجنائية كلفتم مثلا بالكشف عن لا أدري البحث عن المقبر الجماعية تحديد الهوية موضوعنا اليوم هو كيف يسايم هذا العلم في تحديد هوية مصير أو مصير المختطفين في الجزائر يعني خصوصا بداية المراحل الآن لو تحدثت معك كيف يعني المرحلة الأولى كشف مصير كيف يتم كشف مصير المختطف أو كيف يتم كشف مصير يعني المدفون المجهول في أي مكان كيف يتم ذلك دعنا نقف مرحلة بمرحلة حتى يفهم المشاهد ويستوعب كيف يشتغل أو كيف تمارس أنت كأخصائي في الانتربولوجيا الجنائية عملك هو في الحقيقة يعني عمل انتربولوجيا الجنائية في هذا الاتجاه يعتمد على مجموعة من المراحل والخطوات كل خطوة تكمل خطوة أخرى وفي النهاية الخلاصة تسمح بجمع كل ما يفيد في تحديد أهوية الروفات وتحديد أسباب الوفاة والحيتيات في الحقيقة هذا العمل يتم على ثلاث مراحل مرحلة أولى هي مرحلة تحقيق هنا تحدث عن بداية التحقيق نعم طبعا لا لا تحدث عن عمل انتربولوجيا الجنائية بشكل عام يعتمد على ثلاث مراحل مرحلة أولى هي مرحلة التحقيق الابتدائي أو ما يسمى بفرنسيا المرحلة الثانية هي بعد التحقيق الأولي إذن عنا التحقيق الأولي والمرحلة الثانية هي مرحلة الحفر والتحليل الأثري الجنائي والمرحلة الثالثة هي مرحلة تحديد الفحص الأنتربولوجي في حديداته يعني التقنيات الأنتربولوجيا الجنائية فهذا بشكل عام هما الثلاث مراحل أساسية دعنا نقف عند التحقيق الأول أو التحقيق الابتدائي كما ذكرت ماذا تعني بالتحقيق الابتدائي كيف تمهي مراحله بالضبط ما يخطواته التحقيق الأولي أو هي مرحلة يتم فيها جمع كل المعلومات المتوفرة وجمع هذه المعلومات يتم مثلا كما هو موضح في الشكل في شكل أسئلة مثلا من قتل أو من خطف ماذا متى أين كيف لماذا وهذا بهدف تصور فرضية حول مكان الدفن حول هوية الضحايا حول هوية الجنات ومن أجل إعادة تمثيل الجريمة هذا بشكل عام يعني هذا الرسم التوضيحي يرسم بشكل عام هدف مرحلة التحقيق الأولي وفي الحقيقة مرحلة التحقيق الأولي تعتمد على عدة أنواع من المصادر المصدر الأول من المعلومات هو المصادر الشفاهية وهذا الآن طريق عقد لقاء مع أولا أقارب الضحايا ثانيا الشهود الناشطين الحقوقيين المحامين مثلا الجنات أنفسهم وكل شخص بإمكانه أن يقدم معلومات شفاهية تفيد في عمل الأنتروبولوجيا الجنائية وفي تحديد أماكن المقابر الجماعية ومن دفن فيها ومتى هذا فيما يخص المصادر الشفاهية وبعد المصادر الشفاهية يأتي دور المصادر الكتابية فهنا مثلا المثال عن مصدر كتابي وهو عبارة عن شهادة طبية شهادة طبية بوفاة أو معاينة وفاة مثلا الطبيب الذي أصدر هذه الشهادة يذكر فيها مثلا نوع الإصابة فهذه الوثيقة تفيد مثلا في المرحلة فحص الأرفات في عمل مقارنة ومحاولة تحديد هويت الأصحاب الروفات في الحقيقة المصادر الشفاهية والكتابية نستخدمها من أجل ملء استمارة تسمى استمارة جنائية أو هذه الاستمارة تضم المعلومات التي نخزنها على شكل قائد البيانات من أجل تسهيل عملية تحديد الهوية يعني بعدين تتم مقارنة يعني طبعا استخلاص من المعلومات من مصادر الشفاهية والكتابية نستخلص العلامات الخصوصية الخاصة بالشخص المختطف نستخلص السوابق المرضية إن كان لديه مرض معين السوابق السوابق المتعلقة بطب الأسنان مثلا إن كان لديه أسنان إصطناعية إن كان عمل جراحة على مسوى الأسنان إلى غير ذلك نستخلص كذلك نوع الثياب التي كان يرتديها أثناء لحظة الاختطاف نستخلص كذلك الأغراض التي كان يحملها معه وكذلك نستخلص حالته الصحية في لحظة الاختطاف في حديدتها فهذه الاستمارة لديها دور كبير وتساعدنا في تسهيل عملية تحديد الهوية يعني أنت كبحث الأنثروبولوجي الآن في الجناية هل تقوم أنت بهذا التحقيق الابتدائي أم هناك جهة مكلفة هل أنت مثلا يعني عملك معلق فقط بالجانب التطبيقي العملي التقني أم كذلك تشرف على يعني المرحلة التحقيق الابتدائي يعني أنتم تذهبون تتكلمون مع عائلات المختطفين الشهود أو غير ذلك هو في الحقيقة عمل خاص بالأنتروبولوجيا الجنائية في يعني في المثال الخاص بالدول التي عرفت حقب ديكتاتورية أو حقب يعني كيف نقول تقتيل جماعي كما حدث في الجزائر سنة والتسعينات هذا العمل يعتمد على فرق لا تضم فقط الخبراء الأنتروبولوجيا الجنائية ولكن تعتمد على مجموعة من الخبرات بما في ذلك الأنتروبولوجيا الجنائية وهذه الفرق في الحقيقة تضم يعني طبعا خبراء الأنتروبولوجيا الجنائية أطباء شرعيين خبراء في تحليل مسارح الجريمة خبراء في تسوية من أجل يعني استعانة بهم في أعملية الحفر خبراء في التصوير وكذلك حتى عوان أمن الذين يجب أن يتم الاستعانة به مثلا في توفير وحماية المقبرة الجنائية منذ اللحظة التي يتم الوصول يعني وضع اليد على مكانه سنقف عند المرحلة التطبيقية حينما يتم العثور على مقبرة جماعية ما هي الإجراءات أنت ذكرت الآن الطبيب الشرعي يعني ما علاقة الطبيب الشرعي بالبحث الأنتروبولوجي هنا يعني الطبيب الشرعي لا يتعامل مع البقايا البشرية هو في الحقيقة لا يتعامل مع هيكل الطبيب الشرعي هو الطبيب الشرعي الحقيقة يتعامل كذلك مع البقايا البشرية يعني في مجال في مجال عمله يتعامل مع البقايا البشرية ولكن كما قلت من قليل ليس لديه خبرة أو تأهيل كافي من أجل تحديد هوية الرفات وتقدير تاريخ الوفاة ومعرفة الأسباب والحياتيات ولكن هناك نقطة يعني تأخذ حسبا هناك ذلك وأنه في الدول الفرنكوفونية مثلا في الجزائر أو مثلا في فرنسا مثلا الطبيب الشرعي هو المؤهل في التعامل مع القضاء فبالتالي الطبيب الشرعي هو من يستعين بخبير في الأنتروبولوجيا الجنائية ولكن هو من يحرر يعني تقارير الخبرة النهائي من حيث أنه هو المعتمد لدى القضاء في حين مثلا لو نقض الدول الأنغلوسكسونية فالخبير في الأنتروبولوجيا الجنائية لديه اعتماد لدى المحاكب وبالتالي أن نستغني عن طبيب الشرعي في العمل الخاص بالأنتروبولوجيا الجنائية فهذا هو الفرق الموجود بين الدول الفرنكوفونية والدول الأنغلوسكسونية في هذا الاتجاه جيد قمتم بالمرحلة الأولى وهي مرحلة ملء الاستمارة الجنائية بحثتم على ملف الأسنان بحثتم على قضية الملابس العلامات الخصوصية إلى غير ذلك الآن مرحلة الثانية من العمل الأنتروبولوجي الجنائية تقدمون على العمل الثاني وهو العمل البحث أو الجانب العملي هذا الجانب العملي أكثر من الجانب النظري وهو قضية بحث عن معلومات هو أولا حتى أكمل فقط هذه المرحلة هناك خطوة مهمة كذلك وهي استخلاص المراحل التي مرّ بها الشخص المختطف كما هو موضح في هذا الشكل نحاول تحديد مثلاً تاريخ ساعة مكان حيث يتختاف إلى غير الشهود واسم الجنات مثلاً إلى غير ذلك إجراءات التسيقامت بها العائلة وسيلة النقل إلى غير ذلك إلى غاية تاريخ ومكان مثلاً وهويت من قامة بالالتقاط الجثة وإلى غاية مكان الدفن وتحديد من قامة بتقديم هذه المعلومات فمثلاً في الجزائر نعرف أن الأشخاص المختطفين المعلومات المتوفرة تقول أن الكثير منهم تم إعدامهم خارج نطاق القضاء وهذا بشكل عام على نموذجين النموذج الأول هو أن الشخص المختطف أولاً يحتج في ظروف غير إنسانية إلى غاية الوقت الذي يجعل منه إرهابي بشكل نمطي ثم يخرج ويعدم في مكان بعيداً مقر سكناه وهذا حتى يسهل تقديمه على أنه إرهابي نعم فمثلاً لو ينقل شخص خمسين كيلومتر أو ينقل من خارج ولاية التي يقيم بها فيسهل تقديمه على أنه إرهابي في حين أنه شخص مسالم مواطن عادي اعتقل من بيته أو من أماكن من مكان عمله أو من الشارع على حسب الحالة فهذه الإستراتيجية التي اعتمدت في الجزائر في إعدام أشخاص المختطفين فإذا يعدم ثم تقوم نفس الجهة الجانية مثلاً الدرك الوطني أو الجيش الوطني الشعبي أو الشرطة أو الميليشيات على حسب الحالة تقوم بتبليغ مصلحة الحماية المدنية فمصلحة الحماية المدنية تبلغ من نفس الجهة الجانية التي قامت بإعدام الأشخاص المختطفين ثم تقوم على إطر ذلك مصلحة الحماية مدنية بنقل الجوتة إلى مصلحة حفظ الجوتة للمستشفى المحلي. وهذا على مستوى مصلحة حفظ الجوتة. وعلى مستوى مصلحة حفظ الجوتة. ولكون العائلات لا تعلم هذا، فيتم ذفن هذه الجوتة كـ X-Algirien أو قبور يجهل أصحابها. في حين أنهم أشخاص معلومين، مواطنين، مسالمين. يعتقلوا من أماكن سكنهم ومن عملهم أو من الشارع. ثم يحتجزوا كما قلنا في ظروف غير إنسانية. ثم يعدموا خانتقالها. إذن هذا هو النموذج الأول. وفي نموذج ثاني يتم الإعداء والدفن داخل مقابر جماعية. داخل تكنات الجيش أو المخابرات أو الدرك الوطني أو الشرطة أو الميليشيات. ولدينا أمثلة ومعطيات وحتى صور موثقة. ونحن نتحفض على إخراجها للعلن حماية إلى هذه الأدلة وعدم الإضرار القضية. ماذا يفيد تتبع مسار الشخص المختطف بالنسبة للبحث الأنثروبولوجي؟ طبعاً هو بكل بساطة للوصول إلى المكان الذي يكون قد دفن فيه الشخص المختطف إن كان قد أعدم. فمن أجل ذلك لا بد من تتبع المسار منذ اليوم منذ اللحظة التي اختطف فيها. بالإضافة إلى أن هذا التتبع يسمح بالكشف عن شهود. فممكن يكون عندك في البداية شاهد واحد فقط. ولكن التتبع يؤدي بك إلى طرق باب أشخاص معينين أو مؤسسات معينة خاصة في إطار الجنة الحققة والعدالة. لديها صلاحيات للاستماع على كل أطراف والتلاع على الوثائق والأرشيفات الرسمية. فيسمح بتعزيز الشهادات وتعزيز المعلومات والتأكد. فلو تكون عندك معلومة من شخص واحد لو تتأكد أن هذه المعلومة مؤكدة من ثلاثة أو أربعة أشخاص خاصة إذا كانوا مختلفين لا يعرفون بعضهم بعض. فهذا يعطي مصداقية أكثر لهذه المعلومة. نعم. تم التحقيق. تكلمنا عن التحقيق الابتدائي. المرحلة المقبلة ما هي بالضبط؟ إذن بعد مرحلة التحقيق الابتدائي. لديكم الآن جمعتم معلومات قراء كثيرة كذا. ماذا تفعلون؟ كيف ستغربلون هذه المعلومات؟ طبعا. المهم. بعد مرحلة التحقيق الابتدائي تأتي نمر مباشرة إلى مرحلة الحفر والتحديد الجنائي الأثري. في الحقيقة منذ اللحظة التي يتم وضع اليد أو تحديد مكان المقبلة الجماعية المرحلة الأولى تعتمد على القيام بزيارات ميدانية كما هو موضح في هذا المثال في هذه الصورة. هي زيارة ميدانية لمقبلة جماعية في منطقة دارفور بالسودان بصحبة الشهود أو أقارب الضحايا. وهذا بهدف أولا تحديد مكان المقبلة الجماعية بزيارات ميدانية. ثانيا معرفة طبيعة المنطقة من أجل تحضير الوسائل اللوجستية على حسب طبيعة المنطقة. وثالث شيء لتحديد مكان المقبلة على مستوى خريطة أو باستعمال جهاز جي بيس. فهذا هو هدف الزيارات الميدانية. بعد الزيارات الميدانية عندنا مرحلة أو تقنية أخرى تستخدم هي تقنية المسح الجوي. في الحقيقة كما يوضح هذا الشكل. هذه وسائل استكشاف. طبعا. يوجد استكشاف ميداني عن طريق زيارات ميدانية وفيه استكشاف بالجو. الاستكشاف بالجو يعتمد أو يهدف إلى البحث عن المجموعة من القرائن التي تدل على أنه فيه اضطراب في منطقة معينة. فلو نشوف مثلا هنا في الشكل. لو نشوف الصورة في الأعلى على اليسار. هناك مثلا خط في الوسط. وهذا الخط مثلا لما تم الحفر اكتشاف أنه طريق روماني قديم. في الحقيقة أي اضطراب في المنظر الجيغرافي لابد أن يدلنا على أنه حدث شيء معين. نفس الشيء مثلا في الصورة الثانية في الأعلى. الصورة الموجودة في الصف العلو من الصور. يدل على مثلا بناية قديمة. فهذه الصورة تغضح فقط المبدأ يعني لأن الأمر هنا يتعلق بأبحاث أثرية ولكن تطبق كذلك حتى في ما يخص المقابر الجماعية. فمثلا نشوف هنا في الصور في زاوية السفلة اليسرى نشوف مثلا أنه في مزرعة. فيه دائرة فيه مزرعة وفيه دائرتين مع بعض. نعم هي مزرعة للقمح والقمح لا ينبت في منطقة مثلا فيها مقبرة جماعية بنفس الكتافة ولا يعطي نفس اللون في منطقة أخرى لا فيها شيء في تحت الأرض. فهذه من بين القرائن التي يبحث عنها على مستوى صور المسح الجو. يعني إذا تبين لنا صورة فوتوغرافية يعني بالطائرة أنه هناك أمر غير عادي شكل غير عادي. فأكيد يعني لديه سبب فيه هناك علا وراء هذا التشكيل يعني هذا التشكل هذا. طبعا هذا هو المبدأ الذي يعتمد عليه فيما يخص الصور التي نحصل عليها وفي تحليل الصور التي نحصل عليها عن طريق المسح الجوي. فيه تقنية أخرى هي تقنية المسح بالوسائل الجيوفيزيائية. ماذا يعني هذا؟ في الحقيقة هذه التقنية هي لا تعتمد يعني على كيف نقول منذ الأولى ولكن يتم توجيه أو تحديد المساحة بالتقريب بمرحلة عن طريق أثناء مرحلة التحقيق الأولي. ثم لما نحدد تقريبا المكان أو المساحة فنستخدم الوسائل الجيوفيزائية حتى نتأكد لو تكون عندنا مساحة مثلا على حجم مثلا ملعب كرة قدم. نعم. فنحدد باستخدام الوسائل الجيوفيزيائية نحدد المكان بالضبط الذي يوجد شيء تحت التربة. وهذا التحديد يتم بتقنيات مثلا البحث عن اتراب في المقاومة تحت التربة ومثلا البحث عن أي اتراب في الحق المناطيسي للتربة بسبب وجود شيء مخفي تحت الأرض. وكذلك مثلا عن طريق الأجهزة التي تبحث عن المعادن تتكشف المعادن. فهذا هو المبادئ. هذا في ماذا يفيد يعني لجهة أجهزة تكشف المعادن؟ في الحقيقة أجهزة تكشف المعادن طبعا مفيدة جدا في حالة المقابر الجماعية. لأنه مثلا قد تعتر على مثلا رصاص يكون موجود مع الجتد. وكذلك أغراض من المعادن قد تكون مع الأشخاص الذين دفنوا في هذا المكان. فهذا هو الطريقة والفائدة من هذه التقنية. نعم. المرحلة الأخرى الآن إذا تم الاستكشاف الآن بهذه الوسائل. وهذه الوسائل يعني تعتبر كأنها يعني كذلك كلها يعني عبارة عن جمع لقراء والتأكد من مكان الدفن إلى غير ذلك. ماذا يأتي بالضبط؟ هل هناك وسائل أخرى؟ هل هناك عمل آخر؟ بعد مرحلة الاستكشاف. نعم. قلنا الزيارات الميدانية. ثم المسح الجوي والوسائل بوسائل في الجو فزائية. نعم. نمر مباشرة إلى مرحلة الحفر. وفي مرحلة الحفر طبعا يتم في البداية تحضير الوسائل اللوجستية وتوفير كل ما يحتاج إليه الخبراء في المكان. يعني حتى لا يتنقلون في كل مرة من أجل يعني جلب الوسائل اللازمة. فهل يوفر لهم كل الوسائل اللازمة اللوجستية. وتبدأ عملية الحفر. وعملية الحفر في المرحلتين. المرحلة أولى هي مرحلة الحفر بالآلة. بآلة حفارة يعني. وتقوم نقوم خلال هذه المرحلة بنزع الطبقة العلوية فقط من التربة. دون الوصول إلى العظام لعدم تكسير هذه العظام. فيكون بحذر كبير جدا. وبعد مرحلة الحفر بالآلة يأتي دور مرحلة الحفر اليدوي. ونستخدم نفس الوسائل التي يستخدم فيه. قبل التطرق إلى مسألة الحفر هناك سؤال يراودني. يعني هناك شهود قد بلغوا بأن هناك مقبرة جماعية. هناك شهود إلى غير ذلك. ليس هناك إجراءات تتخذها لزمة العدالة أو تتقصى على العدالة والحقيقة. لا أدري أنا. هل تتركون الشهود هكذا؟ هل هناك إجراءات؟ هل تترك المكان الذي تم اكتشافه هكذا؟ هل هناك إجراءات تتخذونها أنت أو أم لا؟ أنا كما أشرت إلى هذا الأمر، هذا داخل في توفير الوسائل اللوجستية كذلك. ما هي الإجراءات التي تتخذونها أنتم؟ الإجراءات التي تتعمل بها تجارب الدولية هي حماية الشهود. هذه معروفة بها. أول شيء. هذه من أبجديات العمل في هذا الاتجاه. لأن الكشف عن هذه المقابر يحرج الجنات إلى درجة أنهم قد يفكرون في قتل الشهود وحتى في تضمير الأدلة أو في نبش العظام وإخفاءها وتحويلها إلى مكان آخر. كما يجري الآن في الجزائر في كل مرة يتم الكشف فيها عن المقابر الجماعية. فحماية الشهود وحماية المكان. كيف يتم حماية المكان؟ أي حارس معين أو المفروض السلطة تقوم بذلك؟ تقوم اللجنة بتوفير عوان حماية يسهرون على حماية المكان وكذلك عوان حماية لأقارب الضحايا والشهود. نعم. جيد. نتكلم الآن عن، ذكرت الآن مرحلة الحفر. مرحلة الحفر قلت بأنها تمر بمرحلتين أو بجزئيتين. الجزئية الأولى هي الحفر بالآلة. وصلنا إذن بعد مرحلة الحفر بالآلة إلى مرحلة الحفر اليدوي. وقلنا أن الحفر اليدوي هدفه هو الحفر مع محافظة على العظام والمحافظة على الأدلة التي تكون مع الروفات. كما هو موضح في هذا الشكل، هنا مجموعة من الخبراء الأنتروبولوجي نائية يستخدمون في الحقيقة نفس الوسائل المستخدمة في علم الآثار في إزالة التربة رويداً رويداً، عن طريق الأخصة اليدوية، وإلى غاية الوصول إلى المستوى الموجودة فيه العظام. هذه مرحلة حساسة، خوف من تلف العظام أو غير ذلك؟ طبعاً، خوفاً من تلف العظام، وكذلك حتى يُحتفظ بالوضعية الأولية التي كانت بها العظام، لأنه هذا مفيد جداً في التحليل الجنائي، هل الشخص مثلاً قتل في مكان آخر ثم رمي في هذا المكان؟ هل هذه المقبرة هو مقبرة الأصلية التي دفن فيها أول مرة أو تم نقله من مكان آخر؟ طبعاً، وكذلك محاولة تفهم كيف نقول ما الذي حدث أثناء تحلل الجثث، فوضعية الجثث تعطيك فكرة عن طريقة التحلل وطريقة الدفن، وإضافة عناصر جديدة في التحقيق الجنائي، القيد الإنجاز يعني. نعم، جيد، بعد ما تقومون بالحفر اليدوي باليد لغير ذلك، في المرحلة الأخرى، هل هناك جمع بيانات؟ كيف تأخذون، تعملون على نقل هذه العظام؟ هل هناك وسائل خاصة لمحافظة على سلامة العظام؟ هو المعروف في أبجدية الأنتربولوجيا الجنائية هو أنه مباشرة بعد الوصول إلى مستوى العظام، تنزع التربة على مستوى العظام، وثم يتم تسجيل الوضعية وتسجيل المعطيات، يعني تسجيل وضعية الأرفات، كيف تقومون بتسجيل وضعية؟ وهذا عن طريق إما التصوير الفوتوغرافي أو عن طريق الرسم، حتى الرسم اليدوي، نعم، تثبيت المعطيات، لأنه لما تلتقط العظام، المعطيات تتلف، لو لم تكن أخذت صور، ولم تكن أرسمت الوضعية، وفيه كذلك حتى تقنية مثلاً، كيف نقول، عمل خيوط وتقسيم المساحة إلى مربعات، وتسجيل كل مربع بما يحمل من قطع عظام، مثلاً، عظم الساق، مثلاً، في المربع الفلاني، فهذا مفيد جداً في تدوين وتسجيل المعطيات، ووضعية العظام بدقة، وهذا مفيد جداً، كما قلت، في التحليل الجنائي. نعم، كيف يتم نقل العظام؟ أنت تعرف أن العظام ممكن مرت سنوات إلى غير ذلك، ممكن يسهل تلف هذه العظام، هل هناك وسائل علمية؟ هل هناك أكياس خاصة؟ أو لا أدرينا، سيارة خاصة؟ أو التوضيح؟ في الحقيقة، استخراج العظام، مرحلة استخراج العظام، كما هو موضح في هذه الصورة، هدفه أولاً هو نقل هذه العظام إلى المخبر، تحليل هذه العظام، ودراسة هذه العظام، لا يتم في عين المكان، وإنما يتم في مخبر، فلذلك يتم استخراج هذه العظام، وفي استخراج هذه العظام، نقوم بعمل ذلك بحذر كبير جداً، حتى لا تكثر هذه العظام، لأن عمل التربة وانقضاء مدة طويلة على هذه العظام تحت التربة، يجعل منها رهيفة جداً، فممكن أن تكثر بكل سهولة، فلذلك نستخرج العظام بحذر، ثم توضع العظام في أكياس ورقية، وليس أكياس بلاستيكية، وهذا بهدف عدم تراكم الرطوبة لو وضعت العظام في كيس بلاستيكي، في حين أن الكيس الورقي، كما هو موضع في هذه الصورة، أكياس ورقي عادي، أكياس ورقي معروفة عندنا، نعم، طبعاً، أكياس ورقية توضع فيها العظام، وفي حتى أكياس خاصة لأجل التهوية، هناك نسمع، نعم، الأكياس الورقية فيها مسامات، هذه المسامات تسمح بالتهوية والاحتفاظ بالعظام كما تم استخراجها، فهذا هو الطريقة التي يتم بها استخراج العظام، ثم تنقل العظام إلى المخبر، وعلى مستوى المخبر، نعم، ما يتم هو أولاً غسل العظام، كما هو متسطوط، ضح الصورة الموجودة على اليمين، هذا يعتبر بداية الفحص الأنثروبولوجي، طبعاً، هذا المستوى المخبر، لما نصل إلى المخبر، طبعاً، يعني على فكرة أنتم كل العمل الذي قمتم به، يعني معناها أنكم تشتغلون ليل نهار في نفس المكان، كيف؟ مكان الحفر، قمتم بالحفر الآلة، وبعد الحفر اليدة، وهذا يستلزم منكم، يعني الشغل ليل نهار أنتم كباحثين هناك؟ المعروف في هذا المجال هو أنه إذا وضع الحفر، فلا يتم التوقف إلى غاية استخراج العظام، لماذا؟ لأنه في خطر أنه تدمر الأدلة، جيد، فلذلك لا يتم التوقف، يعني يتم استمرار ليل نهار إلى غاية الوصول إلى العظام، واستخراجها ونقلها إلى المكان الأمن الذي هو المخبر، إذن على مستوى المخبر، يتم أولاً غسل العظام كما توضف الصورة الموجودة على اليمين، غسل العظام بالماء، يعني بفرشات، يعني حتى نستخدم فرشات أسنان في هذا العمل، ثم توضع، غسل العظام من ماذا؟ يعني إزالة الأتربة؟ نعم، إزالة الأتربة، وهو من المفروض يعني في غسل العظام، من الأحسن أن تستخدم قفازات، يعني خاصة في نخص العظام، ثم نضعها تجف على قطعة ورقية، حتى تجف من الرطوبة الناتجة عن الغسل، ثم في الوقت الذي يتم التقاط هذا العظام، أحسن أن تستخدم قفازات، حتى لا تلوط العظام بالمادة البيولوجية أو الـ DNA، الخاص بالمختص الذي قام بهذا العمل، لأنه ممكن في مرحلة لاحقة نقوم بعمل استخراج الـ DNA، فلذلك يجب أن نستعمل القفازات، ثم إذن نقوم بإعادة تشكيل الهيكل العظمي، وإعادة يعني رسمه على الشكل الإنسان، يعني إعادة تجميعه، نعم، يعني إعادة لم القطع الهيكل العظمي مع بعضها البعض، فمثلا الأضلع مع بعضها البعض، تشكيل الأطراف السفلية، تشكيل الأطراف العلوية، تشكيل فقرات العمود الفقاري، حتى نتأكد هل لدينا كل القطع خاصة بالهيكل العظمي، أم لدينا جزء منه فقط، فمثلا إذا كان فيه جزء ناقص، نطرح تساؤل مثلا هل مثلا لأنه سورقة مثلا، أو لأنه مثلا كان عنده بطر مثلا، يعني على حسب الحالة. جيد، تم غسله تم تشكيل الهيكل العظمي لغير ذلك، المرحلة الأخرى ما هي بالضبط؟ بعد ذلك مباشرة سنطلق مرحلة التحليل الأنتروبولوجي، نعم، ومرحلة التحليل الأنتروبولوجي، أول شيء يعمل به هو محاولة تحديد الجنس، ذكر أمونها، نعم، طبعا، وكما توضح هذه الصورة مثلا، هنا لدينا مثلا رسم يوضح على يسار جمجمة الرجل، كيف شكلها، مثلا نشوف أنه مثلا على مستوى فتحة العين، مثلا تكون تقريبا عندها ما عندهش زوايا تقريبا دائرية، في حين مثلا على مستوى جمجمة المرأة، نشوف أنه فتحة العين، نشوف أنه فيها زوايا، مهم، وفي الحقيقة هناك مجموعة من العناصر، تمكننا من تحديد جنس الجمجمة، فمثلا هنا مثلا على مستوى القفى، جيد هناك قد يتسأل المواطن الجزائري يقول لك يعني الآن لدينا جمجمتين، يعني وضح بالضبط، أين هم الأنثى وأين هو الذكر بالضبط؟ هنا في هذه الصورة، الجمجمة من جنس ذكر هي الجمجمة الموجودة على اليسار، يعني اللون الأزرق تقريبا، أو الأزرق نعم، نعم، هي موجودة في منظر، منظر جانبي ومنظر أمامي، أمامي نعم، فالموجودة على اليسار، هي لنفس الشخص من جنس ذكر، اللون الأحمر تقريبا، اللون الآخر، نعم، من جنس الأنثى، منظر جانبي ومنظر أمامي، ما الفرق بالضبط؟ قلت قضية الحاجب أو إطار العين، نعم، لا يوجد عنصر واحد فقط، هذه الأناصر مثلاً هي مثلاً القفة، نتوء الأفاء، القفة هنا، الوراء نعم، كلما كان فيه بروز أكثر، كلما قلنا أنه ذكر، مثلاً فيه عنصر آخر، هو العظم الموجود هنا، يعني في العلمسة والجمجمة، فكلما كان العظم خارج أكثر، كلما كانت الجمجمة من جنس ذكر، هناك مثلاً، النتوء الموجود هنا فوق الأنف، نعم، هناك مجموعة من القراءة، يعني في تفصيل كثير، هناك مجموعة من العناصر التي تمكننا من تحديد جنس الجمجمة، جيد، تم تحديد الجنس الآن، ما المرحلة الأخرى؟ أسمح لي فقط، هناك تقنية أخرى مثلاً على مستوى الحوض، تمكننا، كما يوضح الصورة، تمكننا، وهي مستخدمة حتى أكثر من الجمجمة، في تحديد الجنس، فلو شوفي هذه الصورة، الصورة الموجودة على أقصى اليمين، يعني في الأعلى وفي الأسفل، في الأعلى أقصى اليمين، نعم، أقصى اليمين، هي صورة حوض، عظم الحوض للرجل، والصورة الموجودة لها، هذه هي حوض الرجل، وأنا نلاحظ أنه، يعني مقارنة مع حوض المرأة، حوض الرجل ضيق بعد الشيء، نعم، في حين حوض المرأة يعني يكون، أوسع، أكثر، أو اتساعاً، لماذا؟ هذا في المنظر العلوي، وهذا معروف، لأن أثناء الولادة، هذه الفتحة تسمح بخروج الولد، نعم، في الأسفل، هذا منظر أمامي للحوض، نرى أن هذه الزاوية، منفرجة أكثر، لدى الهيكل العدمي للمرأة، أكثر منها هنا، لهيكل الحوض للرجل، لأنه لا يوجد إتساع أكثر، هناك كذلك، هذه الفتحة تعتمد كذلك، في تحديد الجنس، فكلما كانت هذه الفتحة لديها زوايا، فالأمر يتعلق بهيكل عظمي من جنس أنثى، وكلما كانت هنا مثلا، لو نشوف هنا، في هذه الصورة، هي عظم حوض، يوضح أن هذا عظم حوض من جنس أنثى، نعم، وفي الأسفل كذلك، هناك زاوية تراحد، وكلما كانت منفرجة، كلما كان الحوض من جنس أنثى، فهذه مجموعة من الأناصر التي يعتمد عليها، هذه مسألة لها إختصاص، يعني تحتاج إختصاص، طبعا، طبعا، تمك مرحلة تحديد الجنس، ومرحلة الأخرى تأتي مرحلة تحديد السن، مرحلة تحديد السن، وتعتمد على المجموعة من تقنيات متتالية، التقنية الأولى هي تقنية عن طريق الأسنان، فيها مثلا طريقة أوبلكر، يعني نعمل جرد للأسنان، ونقارن مع هذا الشكل، يعني لديكم شكل، كل شكل يبين تقريبا نسبة سن معين، نعم، وأنتم تقارنون الأسنان التي وجدتمها بذلك الشكل، وتقدرون حينها كم سن تقريبا، على حسب مرحلة المرحلة التي تكون عليها الأسنان، نعم، التقنية الثانية كذلك هي تقنية مايندل ولو جوي، وتعتمد على مدى الإغلاق المفاصل الذي يربط عظم الجمجمة بعض والبعض، نعم، فنعمل ملاحظة مدى الإغلاق في عشر نقاط، ثم على حسب مدى الإغلاق نقدر السن، ثم طريقة أخرى هي طريقة تقدير السن عن طريق شكل عظم اللعانة، فهنا مثلا لدينا عظم اللعانة، منظر لعظم اللعانة لشخص يبلغ من العمر من 18 إلى 19 سنة، هنا مثلا عظم اللعانة لشخص خمسين سنة، نعم، هناك فرق طبعا، وعلى حسب ما نراحده نقدر السن، التقنية الأخرى التي تعتمد هي تقنية ملاحظة شكل مفصل الحوض مع العجز، وتمكننا كذلك من تقدير السن، جيد، الآن حددتم السن، حددتم الجنس، بعد ذلك ماذا يأتي؟ هناك فورا والتي نقوم بتـ وكل خاطر أثار الإصابات على مستوى العظم وكذلك أثار الأمراض على أمراد على مستوى العظم لأن بعض الأمراض تبقي أثرا ليس على مستوى الجسم فقط ولكن حتى على مستوى العظم. هنا مثلاً فيما يخص الإصابات مثلاً هنا مثال هذه الصورة مثال عن إصابة على مستوى الجمجمة بطلق ناري في الجمجمة هنا كذلك إصابة عن ناتجة عن انفجار إما بشضايا أو بالضغط المتولد عن الانفجار هنا لدينا إصابة عن ناتجة الألحادة مثلاً في الأسفل هنا الألحادة تقول مثلاً المطرقة مثلاً مثلاً عصا أو هذا ما يقصد به في الألحادة في الفرنسية يسميه objet contendo يعني إذا وجدتم أنتم جمجمة لشخص مدفون في مقبرة جمعية بهذا الشكل تعرفون بأنه قد ضرب بمطرقة طبعاً هذه الخلاصة التي نخلص إليها مثلاً هنا لدينا جمجمة لدي تحمل آثار قطع بسلاح أبيض هنا سيف وهذه الجمجمة في كومبوديا هنا مثلاً نمر إلى قضية آثار الأمراض على المستوى العدم فهذا مثلاً مرض التهاب العظم والنقي هذه تبقي آثار على المستوى العدم نرى أن العظم هنا في التصوير وهنا بتصوير بالأشعة نرى أنه عظم غير طبيعي يعني فمن السهل أنه لو لدينا مثلاً نعرف أنه شخص مختطف لديه مرض يعني على مستوى صوابق المرضية يعني تعودون إلى الاستمارة الجنائية نعم وتقارنون نعم نعم المقارنة وتسهل عملية تحديد الهوية البحث على مثل هذه القرائم هنا كذلك لدينا مثلاً التهاب السمحاق أو ما يسمى بالبيغيوستيت طبعاً أكيد هذا الجانب الخارجي للعظم نعم وهو القسم الطبقة الخارجي للعظم نعم هذا المرض يبقي آثاراً فمن سهل أن نلاحظ هذا الآثار على المستوى العدم ثم مثلاً هنا مثلاً لدينا بعض أمراض الدم هنا مثلاً جمجمة صبي طفل صغير مرض يسمى الإباكوستوس أو فرض التعظم يبقي آثار على مستوى الجمجمة كما نلاحظ هنا في الأسفل هنا مثلاً ما يبحث عنه كذلك هو كذلك الكسور فهنا مثلاً فيه على اليسار لدينا عظم يعني عظم الساعد أحد عظمي الساعد ساعد فيه بعض عظمين فيه كسر ولكن هذا الكسر ملتئم في نوع الثاني من الكسور كما هو موضح على يمين الصورة هنا هو الكسور الغير ملتئمة فعلى مستوى لما نعاين الروفات نلاحظ بسهولة الكسور التي التئمت يعني التي تم التئامها والتي لم يتم التئامها وهذا نفس الشيء يتم عمل مقارنة ما قمنا بجمعه على مستوى الاستمار لتتحمل السوابق المرادية إلى غير ذلك الخاصة بالشخص المختفف بعد مرحلة الفحص الأنتروبولوجي أو التحليل الأنتروبولوجي تستأتي مرحلة العينات وهذه المرحلة في الحقيقة هي مرحلة تسمح لنا بمقارنة عمل مقارنة للدين اي بين أقارب من عينات من نحصل عليها من أقارب الضحايا الذين هم على قيد الحياة أو الذين توفوا والذين نعرفوا هذه المرحلة الأخيرة طبعا طبعا هي آخر مرحلة وفي الحقيقة مرحلة تحليل الجيني أو دين اي طريقة دين اي بالتقنية دين اي تترك آخر مرحلة وهذا نظرا لأولا كيف نقول تكلفة هذه العملية مقارنة مع المرحلة الأخرى لأن المرحلة الأخرى تسمح فقط على ملاحظة يعني معينة أما هذه المرحلة ففيها تقنيات وفيها يعني التكلفة متعلقة بالتقنية المستخدمة جيد سنتحدث عن التكلفة الأولوية في يعني أخذ العين من يعني من أقارب المختطف يعني من له الأولوية في مقارنة الديان اي يعني ترتيب الأولوية في أخذ العينات لتعرف على هوية الرفات معروف أنه يعتمد ترتيب معين وهذا الترتيب يبدأ أولاً بالأم لماذا؟ لأن الأم هي الكائن أو القريب للشخص المختطف الوحيد الذي متأكدين مئة بالمئة أنه الإبن تابع لها لأنه هذا ما لدينا أي شك في ذلك ثم بعد الأم يأتي الأب ثم بعد الأب يأتي الأخوة والأخوات ثم يأتي الأبناء والبنات الأخوة والأخوات لأنه الشخص المختطف يشترك يعني هل هناك طرق هل هناك تقنية هل هناك وسائل أرجو إضاحة في الحقيقة استخلاص استخلاص الـ DNA فيما يخص أقارب الضحايا يتم إما إذا كان أقارب الضحايا على قيد الحياة فيتم إما على مستوى اللعاب كما توضح الصورة هنا على اليمين وهذا بشفط معن طريق وهذا في الحقيقة الآلية موجودة هنا عندنا ممكن أخذ اللعاب من الفم ليس اللعاب هو شفط المخاطب المساحة الداخلية لمخاطب الفم ويعني حتى ننزع بعد طب بعد الخلايا الميتة هل لك يعني أنتورين الجهاز هذا أو نعم وهناك فقط حتى أكمل هنا في ميوخ الصورة هنا الصورة في اليسار توضح لأخذ العين من الدم وفي الحقيقة هنا لدينا هذه البطاقة هذه البطاقة هي البطاقة المستخدمة إما في استخراج إما في الحصول على عينات من أقارب من عينات من مخاطية الفم فعن طريق عن طريق هذا الشافت يعني نشفت على مساحة مخاطية الألف ثم نقوم بتطبيق ما حصلنا عليه على مستوى هذه الدوائر نعم فنضع عينا على مستوى كل دائرة وهذه الدائرة لما تتضع عليها العينات تتلون وتدلنا بذلك على النقطة بالضبط التي فيها عينا ثم هذه البطاقة توضع في آلة تقوم بطقة الآلة هذه تستغل دائرتين فقط تستخدم عيناتين فقط نعم فتستخرج العيناتين فقط سريتين تبقى يعني محفوظتان نعم والعيناتين المتبقيتين يحتفظ بها وحتى ممكن تحتفظ بها مثلا حتى 20 سنة أو أكثر نعم وهذا بهدف أولا المقارنة ممكن نحتاج لمقارنة أخرى أو بطار من العدالة مثلا أو لاستخدام تقنية جديدة مثلا ترتشف بعد 30 سنة أو بعد 20 سنة فهذا هو الهدف من الاحتفاظ بالدائرتين واخريتين فهذه البطاقة تستخدم إذن في عينات مخاطية للفم وكذلك عينات الدم ففي مياقص الدم نأخذ قطرة دم ونطبقها على مستوى الدوائر ونحتفظ بها نعم هناك الوقت يدركني حقيقة حتى نختصر فقط لتأمل فائدة للمشاهد يعني كم تقدر تكليف لتحليل الـ دي أن آي حتى أهالي المختطفين يكون لهم لديهم فكرة كم تكليف لأنه فاروق سنطيني يقول بأنها مكلفة وباهظة للحكومة الجزائرية بالضبط بالضبط الحقيقة هذه نقطة مهمة جدا لأنه سلطات جزائرية حتى يعني تبقى الباب مغلوخا أمام عمليات تحليل دي أن آي تقول في كل مرة أن العمليات صعبة وأن العمليات مكلفة فمثلا في بعض دول أوروبية لو نأخذ مثلا سويسرا مثلا تحليل العظام يكلف أربعمائة أورو للعينة الواحدة وتحليل تأخذ الديان آي من من مخاطية الفم أو من الدم يكلف مئة أورو ففي المجموعة خلينا نقول أنه مثلا تحليل عينة من العظم وتحليل عينة من مخاطية الفم أو من الدم يكلف حوالي عشرة مليون سنتيم فالعملية مقارنة مع نتيجتها في إخراج عائلات ضحايا من محلة الانتظار وتمكنها من تفريج هذه الكربتها في الانتظار الممتد سنوات طويلة تستحق ذلك ومع للم أن الحكومة الجزائرة لديها الإمكانيات والتكلفة التي تحدث عنها الآن هي على مقيس أوروبية لو تم تطبيقها داخل الجزائر التكلفة تكون أقل طبعا هذه أحسن المخابر هذا هو التكلفة أما لو نأخذ مخابر مثلا في الصين أو في بلد آخر أو نأتي بالمخابر مباشرة في الجزائر أكيد ستكلل أقل من ذلك بكثير الـ DNA لماذا يستعمل في ماذا يستعمل الـ DNA يستعمل في عمل مقارنة مع الـ DNA الذي نستخلصه من الروفات فهنا مثلا الصورة توضح عظم قمنا باستخراج الـ DNA من هو عمل تحليل مخبرية واستخلاص الـ DNA التي نحصل عليها من العظم مع البصمة الوراثية للأقارب حتى نتمكن من تحديد الـ DNA معتمد لدى المحاكم الدولية لدى المحاكم الجنائية في قضية إثبات تحديد الهوية وكذلك ممكن إدان شخص معين أو الجاني معين الـ DNA هو مهم جدا في تحديد هوية الأشخاص المختطفين وتمكن هذه نقطة مهمة جدا تمكين ضحايا من وكذلك يعتمد كدليل لمتابعة الأشخاص المرتكبي الجرام ضد الإنسانية كما هو في الجزائر سنة والتسعينات مثل المجدر مخال بن الزار وأمثاله نعم أضطر لأنه وصلنا إلى ختام الحصة فقط أنت دكتور موسى بورفيس كيف ترى هذا الموضوع البحث أو علم الأنتروبولوجيا الجنائية دوافعك أنت كشخص باهتمامك لهذا العلم وهل هو مشروع هذا العلم في الحقيقة اهتمامي بهذا العلم هو ليس مشروع شخصي فقط وإنما في إطار مشروع لعائلات ضحايا الأختصاف في الجزائر من أجل تحديد خبرات وكفاءات قادرة على عمل أنتروبولوجيا جنائية وتحليل أنتروبولوجيا جنائية وبالتالي تحديد هوية الروفات التي يعطر عليها إلى حد الآن من حين إلى آخر في الجزائر إما على إطار أشغال بناء أو أشغال حفر طريق إلى غير ذلك وبالتالي وضع السلطة الجزائرية أمام مسؤوليتها وأن الأمر يتعلق بإرادة سياسية فقط وأن التقنية تمكن من تحديد الهوية تقدير تاريخ الوفاة ومعرفة الأسباب والحيثيات وإحالة الجنات العدلة التي يجب أن تكون مستقلة حتى نتق فيها أشكرك دكتور موسى بورفيس الأخصائي في علم الأنتروبولوجيا الجنائية كنت معنا في الحصة دور علم الأنتروبولوجيا الجنائية في تحديد مصير المقتطفين في الجزائر التقنية رخيصة والتقنية موجودة لكن غياب الإرادة السياسية دمتم في العاية لو حفظه والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر